على فكرة التأمين على الحياة ليس تأمين ضد الوفاة التأمين على الحياة اللي هو تأمين ضد الوفاة فقط ما يتعداش 40% من السوق كله إنما التأمين على الحياة ده استثمار والدخار ولو تفتكري بقى لما أنا متكلم بقى لأنه لاتزمان اللي هو المختلط والأرباح مع تأمين يعني أنا مأمن على حياتي وفي نفس الوقت الشركة التأمين بتستثمر القصة اللي أنا بدفعه وبتديني مشاركة في الأرباح في آخر السنة أو في آخر سوق صوري في آخر المدة وبالتالي أنا لما أعمل تأمين أنا بيدخر وبستثمر وبأمن في نفس الوقت وده على المستوى الفردي والفايدة بالنسبة للشخص غير بقى التأمين كمان على الممتلكات التأمين على البيت التأمين على السيارة التأمين على المصنع التأمين ضد الحريق التأمين ضد الغرق يعني أنا أعزونا التأمين على المصانع ده أكيد موجود عربياتنا بقى عندنا تأمين إجباري وخلاص أي حد عنده عربية لازم بيأمن عليها لأنه بيبقى خايف عليها لا بس مش برضه مش بالمستوى المأمول يعني ما زال الحقيقة حجمي زي ما حدريك قلت 100 مليون عندنا مشكلتين عندنا مشكلة أنه التأمين من الناتج المحلي الإجمالي ضعيف جدا ما بيوصلش الواحد في المية حوالي 8 من 10 في المية والمشكلة التانية أنه اللي بيبيعوا التأمين كمان قليلين قوي يعني هل حضرت تتخيالي أن المية مليون دول بيخدم عليهم 13 ألف منتج فقط ده رقم يعني أقل من زهيد وإحنا على فكرة عندنا نص هذا العدد في شركتنا نص 13 ألف دول وبنحاول نزاودهم فالحقيقة السوق ده قاسر عن أنه يفي بالطموحات وتطلعات بتاعة البلد وبالتالي لازم تتضافر الجهود والحقيقة في رأيي لازم بقى فيه هدف قومي للترويج للتأمين ونمو التأمين تأمين الدخار تأمين استثمار تأمين فرص عمل ده مهم ليه نشرحه للناس يعني بمعنى أنه أنا دلوقتي كموظف أو بشتغل أي شغلانة ده نوع من أنواع الدخار بدفع أقصات ونوع من أنواع الدخار بيجي مثلا على سن معين مش كده يعني التأمين مش بس عند الوفاة ولكن عند سن معين أقدر أن أنا أحصل هذه الأموال ومش بس عند سن معين هو تيلرد هو بيتفصل يعني حضرك ممكن تعملي تأمين على سن يعني معايش ممكن تعملي تأمين لغرض التعليم ممكن تعملي تأمين بغرض الزواج يعني التأمين فعلا بيتفصل على كل واحد عايز إيه ممكن تعملي تأمين بغرض الزواج